السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كذلك البنات لبسعيكم مزيانين كنتمنا تكونوا بخير وعلى خير وفي أحوال جيدة يوم ان شاء الله غدا نتقسم معكم واحد الحلوة اللي هي اقتصادية مئة بالمئة يعني المقعدة ديالها متواجدة في كل بيت يعني يمكن لأي سيدة أنها تحضر في المنزل ديالها من مكونات اللي بسيطة والتزين كي يبقى اختياري يعني هذ الحلوة هذي يمكن لكم يعني تلعبوا في التغيير ديالها غير التزين كتعطيكم واحد للاشكال اللي متنوعة كنتمنا أن أتعجبكم وخليكم مع الفيديو شوفوا المقادر وطريقة الحضير من المكونات عندي كاز ديال الزيت عندي بيضة كاملة يعني غير حبة وحدة ديال البيض عندي كاز ديال السكر سكر بودرة وعندي استعملت هنا سبعمية وخمسين جرام ديال الدقيق خاص بالحلويات ولحسب يعني الخليط اللي يكون عندكم تموش دقيق يعني تيكون دقيق كي شروب أو للا مما عند هاي الكيمية اللي استعملت واستعملت ميتين جرام ديال الزبدة وسكر فاني وسبعة جرام ديال الخميرة ديال الحلويات كيما لاحظتوا الزبدة وضعتها في إناء الزبدة خاصة تكون بحرارة الغرفة والزبدة اللي استعملت أنا حيوانية يعني ديال مشيد نباتية ويمكن لكم تستعملوا النباتية أكيد اللي متواجدة عنده كيما قد لاحظوا قد نخلط دك السكر مع الزبدة هاكا حتى ينساج مزيان أنا ما استعملش سكر سنيدة استعملت هاد بالأحسن تستعملوا في هاد الوصفة هادي هاد السكر بودراكي يجيز وين واللي ما عندوش يمكن ليستعمل السكر الخاشين حال بحال مهم أنا جاني هناك يخلي ديال الحلوة كترمل كيما كنقولو احنا بالدريجة ديالنا كتدوب في الفم وازتالي مكاز ديال الزيت كيما قلت لكم مكونات اللي بسيطة جدا وعطاتني كمية مهمة وضعت بيضة كاملة غير بحبة وحدة ديال البيض يعني كيما لاحظتوا بلاتو ديال الحلويات ولمن بقاو نعدو فرصنا ومقاو نشريو في المكونات الغالية هادي ووضعت الساشي ديال الفاني التنسيم والدقيق هنا كانت عندي غير 400 قرام ما كفعتنيش وعقبزتني يعني حسبت العبار اللي خديت خديت يعني كملت 750 قرام ديال الدقيق الابيض هذا هو اللي كنت وريتكم في الفيديو السابق اللي كنت حضرت في هدك الفاطائر اللي وريتكم لون بالاج دياله هدك هو الدقيق اللي كنستعمل يعني خاص بالحلويات وينا را كيما قتلاحظو خلط المكونات كيما لاحتو سبعة جرام ديال الخميرة يعني ما تديروش ديال الساشي ديال 16 جرام او ال 14 جرام ما تديروش كامل ديرو غير 6 جرام غير شوية وصافي باش ما تديروش ديال الحلوة ديالكم مهرسة ومكسرة وكيما لاحتو اللي هجي ناراها يعني غدا نزيد اغيي شوية ديال الطحين ماشي مستاف نساج مت بعد ما خلط المكونات يعني كنحس بها ولات طرية وكنشوف باللي راها ماشي جارية مخصش كون جارية ومخصش كون قاسحة في نفس الوقت لاحتو كنوريكم انا كان خاصة واحد شوية غير شوية ديال الدقيق ماشي بزاف وخاص العجينة تبقى لينا وغدا ندوز ده باش نشكل الحلوة والاهم الحاجة زوينا انه يعني بدون مرشم يمكن لكم تستعملوا هكا يعني بزاف ديال الفرشات يمكن لكم تتخرجوا مننا بزاف ديالشكيلات هذا الشكل الاول يعني بالنسبة للسيدات اللي ما كيتوفروش على على هكا ديال طوابع ديال الحلوة فراكي بزاف ديال الوسائل وديال الطرق انكم توجدوا غرب ديال الحويجات اللي تي قدروا يكونوا في الدار اللي بساطين يعني غر دوائر صغيرة ديال الغلاق ديال القراعي ديال السفد ديال الحويج انتم هادي نشوفوا معايا وكما لاحظتو اخذ ديال الفرشات يعني في الجهة الاخرى كن نديرو هكا على شكل كنحرب اللي عجين وكناخد دهار ديال الفرشات اولي يمكن لكم تضغطو على عيبه بلات شكل لما تقلبوها كتعطيكم عود شكيه الاخر كما كتلاحظو ويمكن لكم تقسمو عود العجين تاخدو من واحد الجزء وضيفو عليه يعني تديرو فيه الكوك او للوز او لذاك شي كيبقى حسب الضوق مهم انا بغيت نخدم هاد الحلوة اقتصادية يعني يقدر كل شي يصيبها ماشي غير واحد الفئة اللي تقدر توجد بالحلوة وفئة اخرى ما تقدرش تديرها ولو هادي كل شي قدر يستعملها وصراحة والله العظيمي لك ديال ديدة ومدق دياله رائع والاهم انها كتدوب في الفم يعني بسرعة هكت لاحظو معي كناخد هذيك الراس ديال فرشات وكندير هكا وكنضغط على العجين بهات الشكل خاص الفرشات يكون شكل دياله بحل هكا الرأس دياله بحل شكل المثلات هاي يعطتني شكيل تالت يعني الفرشات تخرجش منه انا ربعا ديالاشكال انتم بعدين تشوفوا معي يعني شكيلات اللي اللي زوينا يمكن اللي ينزين بها المائدة ديالي في فايد الفطر ان شاء الله يعني بحويجات بساطين لما بقوا نقلبوا على الطوابع خصوصا البنات اللي تكونوا في المهجار وما كيلقوش هكا باش يطبعوا الحلوة وباش هادي يعني كين وسائل اللي هي جد بسيطة في المنزل لاحظوا يعني هاو شكيل تالت كجيزوينة وخفيفة كنتمنى انكم تجربوها وتفعلوا معي في الفيديو اكيد باش نبقى نتبرتجي معكم مواصفات اللي سهلة وان شاء الله غدا نبرتجي مع البنات حتى الحلويات اللي هاكا كيبروهم باللوز وبالقوام يعني كل انا غنديرو شوية هاكا وشوية هاكا وهاديش نبقى نديرو غالي الحويجات الغاليين وهنا اخطيت ديال الجيب الحلواني كل بقى اللي كانت استعملوه وهنا اخرج الشكيل الرابع ما كانت لاحظوا انا عندي بزاف ديال الطابعة للبنات ولكن مبغيش نستخدمهم وغيت نخدم معكم بالبساطة وباللحويجات اللي هاكا يمكن اي سيدة انها في البيت ديالة تستعملها واللي ما عنداش هاد الغلاقة هاد عفون هاد ديالجيب الحلواني يعني يمكن اللي ها تاخد غير غلاقة ديال الزيت ديال القرعة ديال الزيت وتستعمل هاكا وتضغط هاكا لانه غي دائرة هادي او اي غلاقة ديالشقرعة عندها ديال الماء او لا لاحظوا يعني كيجي شكيل زوين واللي عند هالمراشم اكيد وغتستعمل اه راك يبقى مهم احنا كنبغون نغيره وكنبغون نقلبه على البساطة انا هنا يعني استعمل بهاد المرشم هادا يعني كنشوف الزف ديال اللي بنات كيتوفروا علي حتى هادا زوين فكرة زوينة الا بغينا نكترو هاكا من شكيلات انا هاد العجين خرج منه سبعة ديالشكال يعني سبعة ديالشكال هاكا ويمكن لكم تزينوا بهم الطاولة ديالكم او طبرة ديالكم في شهر رمضان افوا في هاي ديال الفتر انا ما كنتش غانب ديال الحلوة البنات ميبالي بززاف ديال البنات هاكا في يوتيوب كي يصيبوا في فيديوهات ديال الحلوة وهدي قلت عليش للاتة انا ما نجربش ونتقاسم مع البنات الوصفات هاكا البسيطة ربما ما يستفدوا منها واختيت هاد ديال المعمول هادا كالطابع هادا راه موجودين في الاسواق هاد يعني كينينها في اوروبا موجودين في المغرب تبارك الله كوشي تهوى من بين الحويجات هاكا كاقتراح ويمكن ليكم تكتافيوا غير بالفورشات باللعيبة هاكا اللي صيبت بالفورشات لاناني صيبت بها اربع ديال الاشكال ويمكن ليكم تعمرو بحال هاد العجين تشدوه وتعمروه من الداخل باللوز او هادا ديال المعمول يعني تحطو العجين بالكورة وتحطو فوق منها تدير وسط منها الحشوة ديال اللوز او الفيستاش او التمر اللي بغيتو وتصيبوه وما زال مسالي تشمع الفورشات راني باقا نستمره يعني هادا شكيل الرابع يعني راح تلاحظوا معي الفورشات شحال ساعداتنا وشحال خرجات من حاجة لانها ما يمكنش شي منزل ما كيناش في الفورشات يعني كل شي عندنا تلاحظوا كان نسرح الكورة ديال العجين وكان نشد الراس ديال الفورشات وكان تغطو به وده بعد ندوز نسايبو حد شكيل اللي تاوز وين وكيجي مغاير تماما كتبا بحل عجين اخرى اخديت نص ديال العجين وزيت عليه جوج المعالف كبار ديال الكاكاو يعني العجين المتبقي وغادا بخلط مزيان هكا الكاكاو مع العجين حتى يعني ديك المكونات تدخل في بعضها يعني حتى تنساجم والعجينة كنزيد نأكد انها خصصة قطرية لينا والدقيق حتى هو من الاحسن انكم استعملوا الدقيق اللي خاص بالحلويات والبنات اللي هنا في بلجيكا رايستعملوا غير الدقيق ديال الديح حتى هو كيجي زوين وهنا اخديت ابيض بيضة والزنجلان يعني كناخد كورة من العجين هدك اللي خلط فيه الكاكاو وكن هكا كنقعدها وكن نديرها في الابيض البيض وعدا كن ندوزها في الزنجلان ابيض البيض باش هي الاستقلية ذك زنجلان ويتبت وحتى العجين يبقى هكاك ما يجيش مفرقاعو هدك يجي يبقى في الشكل ديالو كيجيش كي المغاير تماما كيجي زوين وكيعطى واحد المنيضر يعني مختالف كيه الرز دا كله الابيض يلا الحلوة كاملة يعني هاد المكونات اللي انا خدمت بيها متواجدة في كل بيت وده بغدا ندوز باش نحطر معكم الشكل السادس او السابع هذا يمكن السادس يعني غير بالموس لاحظو كنقاد العجين وكنديرها لشكل الشجيرة اللي هي جد بسيطة هاد الطريقة هادي يعني الفرشيط الموس را هنتواجدها في كل بيت يعني بدون مارشم بدون اي حاجة لاحظو كنقاد العجينة وكنسرح هاكا كنديرها على الشكل ديالشجيرة كي يجي من ايدر ديال ازوين هاد الحلوة را صغيرة البنات غير كتبال لكم هاكا في الكاميرا لاني مقرباها ما هي را صغيرة بزاف ماشي من داك الحجم الكبير وشديد داك الكويرات اللي صيبت اللي فنت هاكا في زنجلان غدا نضغط عليهم بالرس ديال معلقة هاكا بش نديرو حط قيبة صغيرة لاناني غدا ندير فيها نزينها هاكا بالبيستاش من بعد ما قدرتو حد دوائر صغي ورا راحتو ديال العجين قطعتهم هاكاك صغير ورين وزينت بهم على شكل وردة فوق فوق الكورة وغدا ندير فوقهم كما لاحتو هادي كيبقى اختياري يمكن لكم نديرو لوز او اي حاجة كوكاو او اي حاجة عندكم انا درت بيستاش وهنا راني خرجت الحلوة ما للفورن دا بغدا ندوز باش نزينها والتزين اللي راح كيعددك المنا يضر زوين وكي بيلك باللي راح صيبتي اشكال وانواع ديال حلوة انا ما غاداش ندير شي شي هاكا يعني داب ديال مواد اللي غنخدم بيها لتزين غير مواد اللي هي قليلة والرئيسي فيها هو الشوكولات الاسود اللي غدا هاكا نزين به هجال حلوة تقريبا كان ناخد الحلوة دياللي صيبت من معمول كان نديلها شوية ديال الشوكولات بالفوق وكندي لها واحد الحبة ديال النوازي كيما اكتليكم ماشي بالضرورة تديروا نوازي تديروا الكوكاب او لو بشوها بشوية ديال اللوز هاكا مداير او اللي عندكم هادوك اللي بومبو مهم كيبقى داك شي اختياري كيبقى حسب الرغبة مهم اندت لكم الطريقة اللي استعملت انا هادي كنت رشيتها بالبيستاش يعني تايا من بين يعني الاختيارات وهادي اللي كنصيبز الفورشات يعني غير كننشدها وكنديرها في شوكولات الاسود كنوريكم انا البنات هادي ما استغرقتش لي واحد الوقت اللي في واحد الوقت اللي بسيط جدا قدرت نحصل على واحد البلاتو ديال الحلوة واختيتها كالذيك الحلوة الخراحة تايا درت لها الشوكولات الاسود وزينتها بالقرقاة اللي كيعطيها من ايضارو كيبينها باللي راها حلوة وحلوة ديال يعني فيها بزر ديال المواد لان هاديك هاديك القرقاعة يمكن كتغير كل شي يعني بلا ما نبقاوا نديرو في العجينة ديالك او اعفوان ديال القرقاعة ولا هادي القرقاعة عالفوق صافي قد تقلب قعل المهم قعل المنظر كامل وزينت الحلوة الخراحة تايا كنت فنتها في البيستاش كيما لاحظتوا راهية وهاد الحلوة الخراحة اللي صايتوا الفورشات حتى يدرت لها شوية ديال السكر سقين وهادو هما شكيلة ديولية من بعد المناخ اللي تمبردو ودك الشوكولات خاسكم تخليوا الحلوة ديالكم تبرد بش شوكولات دي تبت فيها انا درت الشوكولات يعني درتوها حمام مريم اكيد الكل كيعرف لي وزينت لي واحد المعالقة صغيرة ديال الزبدة ماشي ماشي بزاف وهادو هما شكيلة ديولي كنتمنى انهم يعجبوكم كي يجيب زبوينين ورائعين فرم نايدر ديالهم وكيبانوا راقيين وكنتمنى البنات ان هاد الفيديو يعجبكم ديال الحلوة البسيطة جدا بدون طوابع اللي ما بتوش تستعملوا الطوابع اللي هادي آآ كنتمنى انهم يعجبوكم الى عجبوكم ما تبخلوش اللي يابلي لايك وبرتاج مال اصدقاء والاحباب ديالكم باش ان شاء الله يستفدو ماشي كل شي كيبغيدي الحلوة الغالية كلنا كنبغو نقلبو على على الحاجة اللي تكون سهلة وهنا راني وريتكم آآ يعني الحلوة رها كتفر تترطبا نتلقوا ان شاء الله في فيديو آخر وبسلام عليكم